ما حدث لا يمكن أن يوصف إلا بالكارثة مئات الضحايا حصيلة لزلزال ضرب شمال لواء اسكندرون بقوة 7.7 تبعها هزة ارتدادية بقوة 6.4 مع ساعات الصباح الأولى لتبدأ معها الكارثة انهيار أبنية في عدد من المدن السورية ومنها حما واللاذقية وجبلة بالإضافة إلى حلب التي كان لها النصيب الأكبر من الدمار وسكان دمشق الذين لم يكونوا بعيدين عن الهزة فقد شهدت شوارع العاصمة عددا من المواطنين الذين نزلوا من بيوتهم بعد الزلزال السيد الرئيس محمود عباس قدم واجب العزاء للرئيس السوري بشار الأسد عن ضحايا الزلزال وقام بتوجيه سفارة دولة فلسطين في سوريا لإرسال وفد إلى مخيم الرمل بمدينة اللاذقية لمتابعة أوضاع أبناء شعبنا عن قرب خاصة أن بعض المصادر أشارت إلى وقوع شهداء من أهلنا نتيجة الزلزال في مخيمي النيرب بحلب والرمل في اللاذقية نقلنا الرسالة من الرئيس محمود عباس أبو مازن إلى الرئيس السوري بشار الأسد بمواساة الرئيس والشعب السوري من خلاله بهذا المصاب السفارة أرسلت فريق عمل إلى اللاذقية للإطلاع بشكل مباشر على الأوضاع الفلسطينيين هناك وطبعا فريق العمل سيقوم بإجراء اتصالات رسمية وشعبية الرئيس السوري بشار الأسد عقد اجتماعا طارئا مع الحكومة السورية لبحث تداعيات الزلزال وتم التوجيه بتأمين الرعاية الصحية العاجلة للمصابين وتسخير كل الطاقات بعمليات إنقاذ الأرواح وإزالة الأنقاذ مأساة كبيرة تضرب سوريا التي هي بالأصل تعاني من أزمات اقتصادية وطبية بالإضافة لسنوات الحرب التي طالت عموم البلاد وأثرت على كل القطاعات من العاصمة السورية دمشق مصطفى رضوان تلفزيون فلسطين